من جديد رسالة أخرى لرئيس الجمهورية بخصوص انتهاكات الإمارات للسيادة اليمنية هذه المرة في سقطرة قوة إماراتية تقتحم مطار سقطرة بالقوة وتقوم بتهريب عدد من الأسيويين الذين كانت السلطة الأمنية قد ألقت القبض عليهم مؤخرا بتهمة الدخول للمحافظة دون تأشيرة بحسب مصادر رسمية في الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية ذكر المحافظ رمزي محروس أن منفذي العملية الإماراتيين كانوا يعملون ضمن طاقم الهلال الأحمر الإماراتي في الأرخبيل وهو ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات تدور حول الأهداف الفعلية للمنظمة والتي توصف عادة بأنها غطاء لكثير من المهام الأمنية والاستخباراتية الإماراتية في البلاد يقع مطار سقطرة تحت إشراف القوات السعودية وبهذه العملية يصبح الدور السعودي في المحافظة مجرد غطاء آخر للعمليات التخريبية الإماراتية في الأسبوع الماضي وجه محافظ شبوى رسالة مماثلة عن مخاوف من قيام الإمارات بدعم مجموعات مسلحة لاستهداف الجيش والأمن في المحافظة ثم تمن يضع هذه التصرفات في خانة محاولات أبوظبي لإجهاض اتفاق الرياض بينما آخرون يعتبرونها نوعا من التخادم السعودي الإماراتي بهدف إفراغ الشرعية مما تبقى من عناصر قوتها تمهيدا لهيكلة مؤسسة الرئاسة لكن ذلك في مجمله يثير التساؤلات عن نزاهة الرعاية السعودية لاتفاق الرياض لا سيما وأن الخروقات الإماراتية عادة تتم في مناطق تشرف عليها السعودية بصفتها مهندس الاتفاق وضامنه الأول ويبقى السؤال المتجدد ماذا بقي من الخيارات بيد الرئيس هادي لإيقاف هذا السلوك الإماراتي العبثي في اليمن ترجمة نانسي قنقر